هل لا تزال اتفاقيات أسلو تحتل نفس المواقع وتعتبر مرجعية لدى الجانب الفلسطيني؟ لا طبعا لا يعني إسرائيل هي التي أنهت اتفاقيات أسلو بكل عناصرها اتفاقية أسلو لم يتبقى منها أي شيء بتاتا بالعكس اليوم هناك في محاولات إسرائيلية جادة للقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية هناك احتجاز كامل لأموال السلطة الوطنية ليس فقط حصة غزة في البداية كانوا يقطعوا حصة قطاع غزة الآن ابتداء من الشهر الماضي السلطة دفعت فقط 50% من مرتبات العاملين لدى السلطة الوطنية إذا استمر هذا الوضع لن تستطيع السلطة الوطنية أن تقوم بدورها في مجال الصحة والتعليم طبعا مش رح تكون قادرة على دفع مرتبات موظفينها مما يثير تساؤلات أنه ليس فقط إسرائيل أنه هل هناك فعلا في يعني مخطط للقضاء على السلطة أم لا يعني كل ما يحدث اليوم حوالينا يثير تساؤلات كبيرة لما الحكومة الإسرائيلية ويعني الأمريكان يعني يصدروا مناشدات لإسرائيليين لا بالله يعني افرجوا عن أموالهم ويدفعوا لهم أموالهم وهي أموال فلسطينية يعني مش لا حدا يتفضل علينا بهذه الأموال هي أموال فلسطينية بحتها بالتالي هناك إجراءات إسرائيلية لأنه من الذي رفع ملف الجنايات الدولية السلطة الوطنية الفلسطينية دولة فلسطينية التي رفعتها أحالت هذا الملف إلى محكمة الجنايات الحكومة الفلسطينية هي التي تخوض المعركة الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية ومع المنظمات الإقليمية وبالتالي كما قال نتنياهو لن تكون فتحستان ولا حماسستان وبالتالي هو يعني حسم موقفه أنه يريد أن يخلق قيادة فلسطينية جديدة تتماهى وتتعاطى مع دولة إسرائيل لكن أنا أشك جدا أن يكون هناك فلسطيني واحد يجرؤ أن يرث القيادة الفلسطينية ليوقع على يعني وثيقة أمورية ضد مصالح الشعب الفلسطيني